أمام مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي بأدي سبابا جدد المغرب التأكيد على العلاقة بين الإرهابيين والجماعات الإجرامية والانفصالية وباقي الجماعات المرتبطة بالجريمة المنظمة العابرة للحدود السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الاتحاد الإفريقي واللجنة الاقتصادية الإفريقية محمد عروشي أكد خلال هذا الاجتماع الذي خصص لدراسة تقرير رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي حول الإرهاب أن التهديد الإرهابي في إفريقيا أصبح اليوم عميقا ومثيرا للقلق بشكل متزايد وأعرب الدبلوماسي المغربي عن أسفه لتعرض القارة لخسائر اقتصادية تقدر بنحو 171 مليار دولار بسبب الإرهاب خلال العقد الماضي مشيرا إلى أن أفريقيا تحملت بمفردها عواقب تنقلات المقاتلين الإرهابيين الأجانب الذين وجدوا ملجأا في القارة وقال عروشي في هذا السياق أن القارة الإفريقية تشهد حدثا ناذرا ما يقع في أي مكان آخر عبر العالم ويتعلق الأمر بالتعاون وخاصة بين الجماعات الإرهابية والجماعات المسلحة غير الحكومية والانفصاليين والعصابات الإجرامية والخاطفين للحصول على فدية بغض النظر عن أديولوجيتهم والذي أصبح أكثر خطورة من خلال التدفقات المالية غير المشروعة وانتشار الأسلحة الصغيرة والخفيفة وأبرز عروشي أن العلاقة بين الجماعات الإرهابية والجماعات الإنفصالية والجماعات الإجرامية العابرة للحدود تمثل اتجاها يجب أن يشغل بال الجميع لأنه يثير الكثير من القلق وينتشر دون أن يجدب الاهتمام اللازم وشدد الدبلوماسي المغربي على ضرورة توفر على تشخيص دقيق للتهديد حتى تكون الاستجابة المقدمة ملائمة موضحا أن استراتيجية مجلس السلم والأمن يجب أن تتجاوز مكافحة داعش والقاعدة إلى معالجة علاقاتهم مع باقي الجماعات الإجرامية والانفصالية وقطاع الطرق والعصابات المنظمة والجماعات المرتبطة بالجريمة المنظمة وقال روشي في هذا السياق أن المغرب يوصي مجلس السلم والأمن الإفريقي بالانكباب بشكل عاجل على معالجة العواقب طويلة المدى والتي يمكن أن تترتب عن التصدي لهذا الوضع الخطير للتعاون والعلاقة بين الإرهابيين وباقي الجماعات الإجرامية الانفصالية ومختلف الجماعات المرتبطة بالجريمة المنظمة العابرة للحدود